قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المجلس سيعلن عن الخطة التفصيلية بشأن الطرح الحكومي في البرصة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وأوضح مدبولي أن طرح الشركات في البرصة سيتم بنسب بحسب نشاط كل شركة والتي ستبلغ عشرين شركة هذا العام مشيرا إلى أن الطرح الحكومي هو برنامج وطني بالكامل وضع قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن شاء الله إن شاء الله حنعلن عن الخطة التفصيلية يعني بإذن الله عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم عشان نعلن الخطة بالكامل اللي هي حتبقى على مدار عام بالكامل إنها إن شاء الله حتطرح في الشركات وهنا يمكن عايز أتكلم أن العدد لن يقل عن عشرين شركة ولكن ودي كلها شركات حتطرح طرح أولي يعني حتبقى لأول مرة بتطرح لتوسيع قاعدة مشاركة الموضوع في ملكية هذه المؤسسات العامة وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين بحيث أن هم يدخلوا بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس الموضوع